يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليها كذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انو اكو اوه شن هذا العيد باللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل فاذا اكو احد قل لك هيك كلمة او ممكن تكون الطاقة بعده يعني هاسا متحققها ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحتيو ياك هاي الكلمة فاذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانشي او ما تصرف هذا التصرف المثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح ويا ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت لعب مو بك انت ما بك عيب ومو شارطة ذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا شي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هاد الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيركم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هاسا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وان اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية شخص تحس انه هاد الشخص عنده اسرار هاد الشخص ممكن تحس انه هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هاد الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هاد الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته لان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن الحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شكل انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي ويشكك بمحل اللي راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه هنا السفن اوف سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد الدور وراه الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية عندها عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخص من الماضي يطالع من حياتك صالة فترة وراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكي اياك الفترة جاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او دتمر بي حاليا فلها سبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت دتحاول تدافع عن نفسك بتحمي مشاعرك وما تنتفرصات انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت اريدي طالع من الفصال مؤلم اكون الفصال مؤلم وحاليا انت بطاقة شفاء دا تحاول انه تستجمع نفسك ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطري تتحارب هوايا تطري تتواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت تشنت تحاول اتحافظ على علاقتك وياه هو كان مقدس ثقة لانه اشوف اكو طرف صالح هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم شون فالهسبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بك الاشياء اللي صارت قبل فالهسبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك وبكل لحظائك وشخص راح يتركك حاول انه اتكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخذ خطوة جديدة انا شوف فترة اخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هس انا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نأتي العملي خلونا نتقل لصاعد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عد كم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير كنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد كان واعدك بيه اه وكنت تشتغل اكثر من شغلة في سبيل انه اتوفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لينو قراءة عامة فممكن يكونون اكو اه رجال ايضا متابعين للقراءة فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا كنت تتحاول تشتغل في سبيل انه اتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعض ظروف الحظر والمارف اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده ياثر على نفسيتك هواية وده ياثر على بيتك على مصاريفك فدا اشوف عندك تفكير كلش تشبير بالعائلة والبعض من عدكم اشوف ايضا ممكن كان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هو يقعد تفكر هو يتريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فاذا تشنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشنت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقف فعندك طاقة احباط بموضوع خص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت مقاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال ست اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني تعقار مزل خلال ست اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واريدي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال ست اسابيع هسا خلونا ننجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم باعد يعاني من الام بالاقدام ومأثرة عليها هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انو اتحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انو اما انتي كنت حامل وهذا على الاغلب انو اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك اشارة انو خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حملت جديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله ما يعني خير لا تخافون بس احاول انو تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانو هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلافوية احدا من العائلة كأن يكون اخ او اخوت على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبينك كلام او ممكن هذا الاخ او مش عرض اخي يعني شخص من العائلة مااخذ منك حق او انو هو حاش عليك شي ضغم المهم قاعد اشوف انو الك حق يم شخص من العائلة وانت نوعا ما مأيس انو هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انو هو يجي ايصال حق او حتى يرجع لك الحق اللي مااخذ من عندك ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن ان يتخص نقول اوضاع مادية كورس يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حتنا هوايا احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد اشوف انو انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انو انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انو انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دي حاولون انو يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل دي حاولون يتواصلون وياك دي حاولون انو يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد ما قاعد تقبل انو هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي يطالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ستة اسابيع هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت واردي عرفت انو هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من البرج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انو يرحون منح الاستقرار منح الزواج انو هو ميريد بعد يبقى صنقل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق العلاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الاغلب انت عارف وهنا أنا عندي اوراقة انو هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو شوان بتعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوية ويجرح بالكلام هذا شخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انو اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره هو ممكن تكون طاقة شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على النفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى انت تقول او هذا شخص او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوف انه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فاما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح يتزواج فانت هذا الشيء متعبك بس اللي قاعد اشوف انه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عنده عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية اذا انه انا شوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر اتوقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا واتقنعون نفسكم انه ما كوش ينتهي هو اذا يشوف انه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحتوي اياك ويصالحك يؤثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مؤثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تدوية شخص صغيرا انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يم عبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو ده يحاول يوصلك هاي الفكرة في سبيل يبقى مصيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية بيناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك الى فهذا الشخص النرجي سيدي وموجوده اللي عنده طرف صارت بحياتك هذا لا تنطي فرصات انا اقول انه التركة وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسه فتروع واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعادت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك او اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب نفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لان احنا كلنا طاقة فانت هسا طاقة اللي تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسة هي الطاقة راح تسحبه ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصر بلك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اليك عن قريب ففي حال تواصل اليك هذا الشخص الي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص حسا قبل ما ننهي القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعت لي برج الحط العمارتين برج الحمل عندنا هنا برج الثور برج الاسد برج السرطان برج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية وهوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية يشوفكم وبوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة اتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانو اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما اخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار للمناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين فكر بالناس انو هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب اهم شي قناعتك انت بنفسك كل التوفيق اليكم برج الجوزة